اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخذ المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصر استرازيجية الأرض المحروقة التي تعتمدها ميليشيات الدعم السريع المدعومة إماراتيا أدت إلى قتل الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين من مناطقهم ففي مدينة الجنينة غرب دارفور قتل أكثر من 15 ألفا وفي خلال عدة أشهر أحرقت في شمال دارفور أكثر من 50 قرية ومسحت من الخريطة أحياء بأكملها في الفاشر أدان الحارث إدريس مندوب السودان في الأمم المتحدة دولة الإمارات لدعمها ميليشيات الدعم السريع وقال إن الإمارات ترعى الإرهاب الممنهج والعرقي في السودان وتوفر أسئلة أسلحة لقوات الدعم السريع عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى وأضاف أن تلك القوات تهاجم أهالي القرى والبلدات بشكل متعمد وممنهج وعلى الإمارات أن تنأى بنفسها عن السودان كي يعود إليه الاستقرار فما هدف الإمارات من دعمها لقوات الدعم السريع وكيف تحولت الدعم السريع من قوات مساندة للجيش السوداني إلى قوات متمردة تقتل الشعب السوداني وتفتعل حربا أهلية وتطهيرا عرقيا نحاول في هذه الحلقة لأستاذ عامر حسن المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية فباسمكم جميعا نرحب لأستاذ عامر السلام عليكم أستاذ عامر أهلا وسهلا بك ونشكرك على قدومك الستوديو وقبولك الاستضافة أهلا وسهلا أستاذ عبد الله وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة تناصح وسعيدا نكون معهم نتمنى أن نقدم إفادة تفيد المشاهد الكريم وقد كنا ضيوفا على هذه القناة المهمة المسموعة المشاهدة في عدد من القضايا الخاصة بالسودان وكذلك بالنزاعات والحروف في غزة وفي فلسطين المحتلة نعم أهلا بك نرحب بك أستاذ عامر ونبدأ لعلا بداية كيف تكونت قوات دعم السريع وهل هي قوات قبلية أم خليط من مكونات الشعب السوداني وطبعا طبيعة الصراعات العسكرية في السودان هي التي أملت على الدولة تكوين مثل هذه الماليشيات السودان يعاني من الحروب من قبل استغلاله السودان نال استغلاله في 1956 ولكن قبل أن يخرج المستعمر الإنجليزي من السودان كانت له سياسة للتفريق السودانين ولي زرع الفرقة والشتات والحروب داخل السودان ولذلك كان تمرد الجنوبين في دولة جنوب السودان عندما كان السودان موحدا كان في العام 1955 ولا ذال الاحتلال الإنجليزي موجودا في السودان تمردوا في مدينة في جنوب السودان اسمها توريد واستمرت هذه الحروب في جنوب السودان يعني العقود من الزمان كان انتهت طبعا كما يعرف الناس باستفتال جنوب السودان في العام 2011 وانفصلت دولة جنوب السودان بالتوافق ما بين الحكومة السودانية والشعب الجنوب الذي نال حق التصويت على ذلك لكن ظلت هذه المجموعات المتمردة تخرج هنا وهناك فقبل أن يطوى ملف الجنوب وكانت هناك اتفاقية نفاشة للسلام التي كانت في العام 2005 بادرت هذه الدول التي تستهدف وجود الاستغرار في منطقة الشرق الأوسط وأقصد بذلك المنظومة القربية صراحة بادرت بإنشاء التمرد في عدد من أقاليم السودان فكان هناك تمرد في العام 1997 في شرق السودان عبر الحدود مع أريتريا وأسيوبيا وتم كفكفز هذا التمرد عبر اتفاق مشهور كان برعاية الدولة الكويت التي رعت اتفاقات السلام ومولت هذا الاتفاق في العام 2003 كان هناك تمرد في دارفور وهذا هو التمرد الذي بسببه كانت تكوين الدعم السريع تمردت مجموعات من القبائل الأفريقية الموجودة في دارفور بنفس برامج الحركة الشعبية التي كانت تتمرد في جنوب السودان يعني هذه الحركة الشعبية كانت في الأصل هي ذات اتجاه شرقي مرتبطة بالتوجهات الشعوعية ولكن الدعم الاستخباراتي والمالي كان يأتي دائما من النظوم الغربية لأن هدفها هو استغرار السودان فكانت الحكومة في ضغوط كانت هناك سياسة أقارتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسط وزيرة الخارجية الأسبق مادلين أولبرايت التي أغرط سياسة اسمها سياسة شد الأطراف لإنهاك الدولة السودانية وهذه السياسة كانت ذروة ترتيبها وتنسيقها هو اجتماع لوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في العاصم الكينية نايروبي في العام 1996 وجمعت كل أطياف المعارضة السودانية مع أجهزة المخابرات في الإقليم وفتحت جبهات عدة على السودان نحن نعرف أن الجبهة الشرقية عبر السيوبيا وريتريا كانت مساخنة تم كذلك تسخين الجبهة الشمالية بدخول الجيش السودان الجيش المصري لمنطقة حلايب المتنازع عليها لأخصى شمال شرق السودان وتم ابتدار هذا التمرد الذي كان في بدايته ومحاولة نقل التمرد من أقاليم الجنوب وإقليم جنوب كردوفان الواقع في وسط السودان وإقليم النيل الأزرق الواقع على الحدود الأثيوبية محاولة نقل هؤلاء المقاتلين عبر الصحراء إلى دارفور فكانت الحكومة السودانية مضغوطة كبيرة جدا في أطرافها كل الدول الإقليم التي سوداني يجاور تسعة دول كانت في ذلك الوقت هذه سياسة سياسة شدة الأطراف فالقرض الأساسي منه إنهاك الدولة السودانية وإنهاك الجيش السوداني وإضعاف المنظومة الحاكمة في الخرطوم فكانت تمرد في دارفور في هذه الفترة الحكومة السودانية كان لابد لها أن تستعين وتحمي مكونات دارفور فبدأت بتسليح القبائل التي تستهدف في أماكنها وكانت هذه القبائل في الغالب هي من القبائل العربية موجودة في دارفور وحاولت الحكومة أن تستعين بهم في دفاع عن مناطقهم وفي محاولة قطع الإمداد على حركات التمرد التي كانت تتحرك في منطقة دارفور في جبل المرة وحول العواصب زروة هذا التمرد كان في دخول هذه الحركات وهجومها على مطار الفاشر فبذلك اعتمدت الحكومة على تسليح بعض المجموعات السكانية في دارفور كان هذا هو الإطار العام لتعامل الجيش السوداني مع الأزمة في دارفور كانت هناك قوات مهيكلة داخل الجيش السودان اسمها حرس الحدود هي مسؤولة عن الحدود الدولية للسودان في اتجاهات مختلفة شمالا وشرقا وغربا وجنوبا وهذه القوات بطبيعة أنها مرتبطة بهذه المنطقة كان يتم تكوينها من أبناء المنطقة هذه أفواج حرس الحدود يتم تكوينها من هذه المنطقة فكان هذا الحرس الحدود تنشط فيه قبائل الرزيقات التي ينتمي إليها الآن بايد هذا التمرد محمد حمدان دغل في مرحلة لاحقة كانت هذه القبيلة بقيادة زعيمها موسى هلال هي قمة التعامل مع الدولة السودانية وتم استبدال موسى هلال بحمداني تقريبا في العام 2013 وكان هذا هو بداية تكوين الدعم السريع نعم لكن طيب إذا كان هذا حال قوات الدعم السريع وقد أنشئت لمساندة الجيش السوداني في القضاء على حركات التمرد كيف تحولت هذه القوات من مساندة للدولة إلى قوات متمردة الدعم السريع هو طبعا في النهاية تكوينه تكوين أسري وقبلي يعني تم إسناد تكوين هذه القوة لمحمد حمدان دغل وهو من قبيلة الرزيقات وخطأ الدولة أنها جعلت هذه القيادة قيادة أسرية تعتمد على وجود حميتي في قيادة هذه القوة واستعان حميتي بشقيقه وبأهله من مكونات هذه المنطقة وكانت القوة الرئيسية للدعم السريع من أبناء عشيرة حميتي حتى داخل قبيلة الرزيقات ليس كل القبيلة قبيلة كبيرة لها بطون عديدة لكن اعتمدوا على العشيرة الموجودة داخل قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها حميتي وكانت كذلك تضم بعض القبائل العربية الأخرى التي لها صلاة دمعة قبيلة الرزيقات وتم تجنيد أيضا قبائل أخرى في مناطق أخرى ولكن بأعداد صغيرة كانت القوة المركزية والقوة الصلبة لهذا التمرد تعتمد على عشيرة حميتي وأعتقد أن الدولة السودانية أخطأت في تكوين هذه القوة في أنها ليس هناك إشكال في أن تستعيم بالقوات المحلية لإسناد الجيش هذا يحدث في كل الدول يعني عندما تكون هناك معركة كبيرة وتنصرف جهود الدولة لجبهات مختلفة يمكن الاستعانة بالمواطنين في أماكنهم لحماية أنفسهم لمساندة القوات النظامية الموجودة وهذا سلوك موجود في كل الدول يعني ونحن نعرف أشكال مختلفة لهذا الإسناد يعني ولكن طريقة تكوين هذه القوة قوة الدعم السريع وإسناد قيادتها بصورة شخصية لحميتي كان هو خطأ القيادة السودانية في ذمن عمر البشير وهذا الخطأ يجب أن يعترف به كان يمكن تكوين هذه القوة بشكل يعني بحيث لا ترتكز قيادته على شخص بعينه أو عشير بعينها ولكن هذا كان خطأ في التكوين كذلك حدث اختراق لهذه القوة من المنظومة الغربية وأنا أعتقد أن هذا الاختراق كان في محطتين مهمات من محطات تعمل هذه القوة بعد أن نجحت في ضربة تمرد الداخلي وكانت قوة ضاربة ولها قدر على القتال المتحرك لأنها قوة متحررة يعني تشتغل بنفس نظام التمرد وهو التحرك بخفة من مكان لمكان وسالة القوات المسلحة مسالدة حسنة في مسرح العمليات في دارفور ولكن يعني الحكومة برضو كذلك أخطأت في أنها قبلت من الاتحاد الأوروبي أن تعمل هذه القوة قوة الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونحن نعرف أن السودان هو ممر للهجرة غير الشرعية عبر أراضيه عبر الصحراء إلى ليبيا وإلى تونس وإلى الجزائر إلى حد ما وكذلك عبر مصر وهذه الهجرة الأفريقية التي تأتي من دول شرق وسط أفريقيا تمر عبر السودان وحاولت الاتحاد الأوروبي أن يشغل هذه القوة في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء السودانية التي تتاخن الصحراء الشادية والليبية وهذا الاستخدام أظن أنه كان واحدا من محطات الاختراق لأن هذه الأسرة بهذا التكوين الأسري بهذه القيادة الفردية كون أن تتعامل مع منظومات غربية ونحن نعرف أن أجهزة المخابرات الغربية متمرسة جدا في اختراغ المنظومات الأمنية فاستطاعت أن ترتبط بهذه القوة وتنسق معها ويكون هناك خط بتعتصال سري ما بينها أعتقد أن هذه واحدة من محطات اختراق قوات الدعم السريع واختراق منظومة الدولة السودانية لأن هذا خطأ كبير المحطة الثانية كان هو قطع السودان للعلاقات مع إيران والانخراط في عاصفة الحزم بناء على الهجوم الذي مس القنصلية السعودية في إيران وسودان وقف الموقف العربي الموحد وقطع علاقاته مع إيران وشارك في عاصفة الحزم التي ابتدرتها السعودية لمقارعة الحسيين في اليمن وكانت مشاركة القوات المسلحة في هذه العاصفة في البداية بوحدات من الجيش السوداني ثم سمح لوحدات ولمجموعات مقاتلة من الدعم السريع أن تسهب وتشارك في هذه المعركة في داخل اليمن وكذلك على الحد الجنوب الحدود السعودية ولا ذالت بالمناسبة القوات السودانية الجيش السوداني لا ذال موجود ولا ذالت هناك وحدات من الدعم السريع موجودة الآن في السعودية تحمي الحدود السعودية من الجنوب وهذه المعلومة المشاهدين أن الجيش السوداني شارك شارك بقواته الجوية وشارك كذلك بالقوات المشاء هذه المشاركة في عاصفة الحزم لقوات الدعم السريع هذه العاصفة جمعت عدد من الدول من ضمنها كانت الإمارات العربية كانت مشاركة في هذه العاصفة ولذلك مست الإمارات أيضا ضربات السحوسين التي تم توجيهها إلى داخل السعودية والإمارات قبل أن يتم تصميم اتفاق بكين لتطبيع العلاقات السعودية الإيرانية وهذا الاتفاق كان أساسا لتهدية الموقف العملياتي في الجبهة اليمنية فوجود الإمارات في هذه العاصفة أتح فرصة كذلك استخباراتية الارتباط بحيميتي وبعائلة حيميتي وهي تسمى آل دقلو هؤلاء استطاعوا أن يربطوا علاقاتهم بالإمارات ومن هنا بدأ الاختلاق الأكبر للدورة السودانية ومحاولة إغراه هذا الفصيل العسكري بأن يتماهى مع مطلوبات الخارج في استهداف الدولة السودانية ولذلك عندما كانت تغيير في 2019 تغيير الرئيس عمر البشير شاركت هذه القوة في تغيير عمر البشير رغم أن عمر البشير هو الذي أنشأ هذه القوة وهو الذي استعان بها والذي شكل لها حماية حتى من الجيش السوداني لأن هناك غادة كبار جنرالات في الجيش السوداني كان لهم رأي واضح في تكوين هذه الماليشيا ورفضوا تكوينها داخل وحدات الجيش السوداني وكان في البداية تكوينها في جهاد المخابرات ومن بعد ذلك أعطيت هذه الصلاحيات لكن حتى نهاية عهد عمر البشير كانت هذه القوة تعمل تحت قيادها الجيش ولم تكن لديها حرية أن تجند كما تشاء وتستيب السلاح وتكون لها علاقات خارجية لم تتصرف كقوات مستقلة بخطط ربما بمنهجية مستقلة عن الجيش السوداني إلا بعد أن أصبح هناك نزاع بعد تنحية البرهان للحكومة المدنية واستغلال هذه الفرصة للدخول في منافسة سياسية مع الجيش هنا كان هناك نزاع سياسي بين قوات الدعم السريع وما تمثله من مكونات وأيضا قوات الجيش السوداني ومؤسسات الدولة السودانية لكن تم اتفاق ما يسمى بالاتفاق الإطاري السياسي وكان من مفترض دمج هذه القوات دعم السريع في الجيش السوداني على مراحل هنا بدأ التحرك أحمدتي وتخليه عن هذا الاتفاق الإطاري ما هي دوافعه لخوض هذه الحرب بهذه التكلفة وترك هذا الاتفاق الذي كان يمكن أن يشارك فيه بمقتضاه في الدولة السودانية والحكم في السودان وطبعا الإجابة على هذا السؤال يجب أن نوضح أن الفترة الانتقالية التي عقبت نهاية تعهد عمر البشير كانت فترة هي مصممة من الخارج وليس من الداخل السودانيين لديهم ثورات كانت هناك ثورة على نظام الرئيس سبريم عبود في العام 1964 وكانت هناك حكومة منتخبة جاءت بعد فترة انتقالية بسيطة ومعرفة وكانت تشكل دائما فيها حكومة بحكومة وحدة وطنية بكفاءات وطنية غير حزبية تعمل على تهيئة المناخ لمنافسة الأحزاب على السلطة وكذلك كانت هناك ثورة في العام 1985 على نظام الرئيس الأسبق جعفر النيميري وكذلك تم تحديد فترة انتقالية لعام واحد وكونت حكومة من كفاءات وطنية استطاعت أن تنظم انتخابات يعني كان هذا هو المسار الذي يجب أن تسهل فيه الأحداث بعد زهاب عمر البشير ولكن المنظومة الغربية التي كانت لديها أهداف في السودان تعرف أن القوة الحزبية التي تمرر مشروع الغرب في السودان هي قوة حزبية ضيغة الحيز ليس لديها وجود جماهيري يعني لك أن تتخيل أن الحزب الشيوعي بكوادير مختلفة أسس أحزابا وواجهات مختلفة وأصبح هو زراع للغرب وليس للشرق يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هذه المنظومة وهذه المنظومة الأفكار الشرقية يعني عجزت عن المنافسة والمقارعة الحزبية ولذلك تماهت في وجود أحزاب وأشكال حزبية ضعيفة ليس لديها يعني عمق في الشارع السوداني واستطاعت أن تخلق أسماء لاستلام المرحلة الانتقالية ولذلك حرصوا على أن تكون هذه الفترة الانتقالية فترة طويلة وليست فترة قصيرة واعتزروا عن تنظيم الانتخابات بأن الساحة غير مهيئة وأن أي انتخابات ستعيد وجود الإسلاميين في السلطة من جديد وكان هذا عزرا يعني واهيا ولذلك حاولوا أن يجعلوا الفترة الانتقالية فترة طويلة يعني اتفقوا في الأول على ثلاثة ثانوات ولكن ممارساتهم كانت تسهب لأنها تكون أطول من ذلك يعني ولذلك كذلك استعانوا بالمشروع القربي عندما أوحى لهم السفير البريطاني عرفان صديق عبر حمدوك أن يرسل خطابا لمجلس الأمن يطلب فيه بعسة لمساندة السودان على التحول الديمقراطي طبعا نحن نعرف أن ممارسات الدولية عندما تريد استطالة الفترات السياسية المختلفة تعمل لذلك انتخاب وتعمل للسلام عملية السلام وهكذا وكان هذا أسلوب لإطالة الفترة الانتقالية هذا الاتفاق الإطالي الذي ذكرته أنه هو اتفاق ليس لدمج الدعم السريع وإنما لتغنين وجود الدعم السريع خارج مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية لعشر سنوات في حدها الأدنى وغطسها لعشرين سنة يعني هذا الاتفاق الإطالي رفضته الأجهزة الدولة العسكرية والأمنية لأن فيه إغرار بأن هذا الدعم السريع سيخرج بالكل عن عباءة الدولة العسكرية والأمنية وسيكون تابعاً لرئيس الوزراء المدني وأن أدنى فترة لإعادة دمج هذه القوة سيكون عشر سنوات وهذا كان تغنين لهذه الماليشيا خارج جسم الدولة العسكري والأمنية كان هذا خطأاً كبيراً رفضته القوات المسلحة ورفض القوات المسلحة لهذا الاتفاق كان هو سبب في أن نشأ تحالف ما بين هذه الحزاب ضيغة الحيزة التي احتكرت الفترة الانتقالية حتى بإبعاد معارضي نظام البشير الذين كانوا يناهضون البشير بالسلاح وبالسنان أيضاً تم إبعادهم من الفترة الانتقالية واحتكار هذه الفترة الانتقالية لهذه الأحزاب التي تمضي مشروعات الغرب في السودان ولذلك كان هناك تحالف ما بين الدعم السريع وبين هذه الأحزاب وفرضوا هذا الاتفاق الإطاري وقالوا إما الاتفاق الإطاري وإما الحرب وكان الحرب يوم 15 أبريل نتيجة لذلك فالاتفاق الإطاري هو ليس اتفاق لدمج الدعم السريع إنما لإخراج الدعم السريع من عباءة الدولة ولتغنين وجوده ولحماية هذه الأحزاب التي لا تستطيع المنافسة لكي تمدد وجودها في السلطة بدون انتخابات لعشر سنوات وخمس سنوات هذا كان هو واقع الحال إذن الاتفاق الإطاري صمم لكي يشرعن أيضا قوات الدعم السريع كما ذكرت ويكون أيضا جسم منافس للجيش السوداني يعني برأيك يا أستاذ عامر الآن ربما هنا في ليبيا الإمارات تتدخل بحجة توحيد المؤسسة العسكرية وجمع الشتات الجيش الليبي بينما في السودان هناك تحارب الجيش السوداني وتريد تفكيكه واعتماد قوات أخرى بديلة يعني هذا التناقض مع اعتماد هذا الأسلوب أيضا من المنظومة الغربية لماذا برأيك؟ دعنا نكون صريحين في موضوع الإمارات يعني هذه الإمارات نحن نعرف أنها دولة ذات جغرافيا محدودة ومحدودة جدا وذات مكون سكاني محدود ومحدود جدا المواطن في تعداد السكان الذين يسكنون الإمارات المواطنين الإماراتيين لا يتجاوز 11% عدد السكان الذين يسكنون في الإمارات كمهاجرين ومواطنين أصليين وكأجانب يعملون في دولة الإمارات لا يمسلون أكثر من 11% المواطن الإماراتي وكذلك الجغرافيا الإماراتية قوة الإماراتية في موارد مورد النفط والموارد النفطية هذه الدولة التي تجلس على هذه الثروة الكبيرة هي ليست في حاجة لمقارعة المنطقة وإشاعة برامج وتدخلات في المنطقة على أساس أنها لديها أهداف في هذه المنطقة يعني الإمارات ليس هناك منطقة لتدخلها ضد الشعب اليمني في اليمن وإقامة هذا المجلس الانتقالي الموجود في اليمن وقوات العماليقة التي تسيطر على جنوب اليمن ومزغت الثورة اليمنية ومزغت الأرض اليمنية الإمارات ليس لديها مصلحة في أن تتدخل وتدعم يعني مجموعات مسلحة في سوريا وتكرس الانشقاغ السوري الداخلي الإمارات ليس لديها مصلحة في التدخل في ليبيا وتكريس الانقسام الليبي إذا رأينا أن كل مصالح الإمارات حتى لو كانت مصالح اقتصادية مرتبطة برغبتها في الاستثمار في المواني في الشواطئ الدولية في الموارد الموجودة في هذه الدول يمكن لها أن تنفذ مباشرة لهذه المصالح بالإمكانات المالية المتوفرة لديها بعوامل الشراكة في اللغة في الدين في الحضارة في المنطقة في المنظومات الدولية كجامعة عربية وغيرها فكان يمكن أن تأتي مباشرة لهذه الأهداف بدون استخدام القوة بدون تأليب المواجهات المسلحة داخل هذه الدول ولذلك لكل المراقبين ليس هناك منطق لاستخدام الإمارات هذه الماليشيات في عدد من الدول وتكريس النزاعات المسلحة في هذه الدول غير أنها تخدم في أجندة المشروع الغربي هذا المشروع الذي تغوده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لصالح إسرائيل وإسرائيل لديها مصلحة في أن تتغلغل في هذه المنطقة اقتصاديا وتتواجد على موانئ البحر الأحمر لأنها لا تستطيع أن تقيم قواعد عسكرية كالولايات المتحدة ولا تستطيع أن تقيم قواعد عسكرية كالبريطانيين والفرنسيين في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها ولذلك هي تحاول أن تقيم قواعد اقتصادية لديها القدرة والسيطرة على هذه الممرات البحرية التي تعتبرها إسرائيليا منفزا لأمنها أمنها الاقتصادي وأمنها العسكري والاستخباراتي ولذلك كل الذين يراغبون الأوطاع في هذه المنطقة لا يجدون مبرلا للسلوك الإماراتي سواء أنها تنفذ مشروعا غربيا في هذه المنطقة كل مصالح الإمارات في السودان الأبواب لها كانت مشرعة على الدوام السودانين خدموا في الإمارات وساهموا في بناء هذه الدولة والسودان من أول الدول التي اعترفت بالإمارات كاتحاد وقدمت لها مساعدات كبيرة جدا والسودانين لديهم بصمة كبيرة في بناء الإمارات بناء الدستوري للإمارات الدستور الذي يحكم الإمارات الآن وضعه السوداني والمنظومة الإدارية والتخطيط العمراني وكل هذه العمل ولذلك السوداني يعملون في هذه الدولة ويقدمون عصارة جهدهم وبالتالي الإمارات عندما تحضر إلى السودان لتنفيذ أي مشروع كانت تفتح لها البواب تمنح الأراضي لمائة عام يعني مشروع عمطار الموجود في المشروع الزراعي موجود في السودان اسمه مشروع عمطار منحت أرضا لتزعة وتزعين عاما يعني لمائة عام هذا يعني بدون أي فوائد يعني وستطاعة تستثمر فيها وتنتج انتاجا يرحل إلى الإمارات حتى العمالة السودان لم يستفيد من العمالة في هذه المشروعات ولكن ظلت الإمارات تسعى في هذا المشروع التخريبي للسودان لأنها بذلك تلعب دورا آخر غير دور مصلحتها هذه الحقيقة التي يجب أن نستخلصها من مواقف الإمارات في الدول المختلفة للأسف الشديد الإمارات توظف هذه الإمكانات الكبيرة والخيارات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لها لإزاء الشعوب وهذا سيرتد عليها بأي حان من الأحوال يعني رأينا أن اليمن الضعيف الذي كان يستطعف شعبه ويقوم باستهدافه استطاعت أن تصل صواريخه ومسياراته إلى الأراضي الإماراتية وأجبروا بعد ذلك لأن يقيموا تهدئة مع اليمن من كان يتصور أن اليمن للأراضي سطاعت قوات الحسين سطاعت أن تصل إلى أبو الزبي وكان هناك استهداف لأبو الزبي وكان استهداف لأرامكو في السعودية والآن حتى إسرائيل التي خدموا مشروعها بتفتيت الدول العربية في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي الصومال يعني سبحان الله شوف الآن التهديدات التي تأتي على الكيانة الاحتلال الإسرائيلي أتت من كل هذه الدول الممزقة الإسناد للمقاومة الموجودة في غزة الآن بالطيران المسير وبالصواريخ على إيلات جاءت من اليمن من كان يتصور أن اليمن استطيع أن يستهدف الإيلات أو حتى يغلغ الممر التجاري لإسرائيل على البحر الأحمر من كان يتخيل أن العراق الذي مزغ وضربت قوته السنية ودخل في أتون هذه الحروب الأهلية داخل العراق سيتم من خلال استهداف للكيانة الإسرائيل من كان يتخيل أن سوريا التي مزغت وغسمت ما بين الأمريكان والروس والإيرانيين تستطيع أن تستهدف إسرائيل في هذا المعارض ربما هذا من باب انكلاب السحرة للساحر الذي ربما هم أرادوا تفتيت هذه الدول لمزيد من السيطرة عليها ولكن فقدوا المركزية هذه الدول التي كانت هي الأولى أو التي ساهمت في أمن والحفاظ على كيان الصهيوني لو أعود بك إلى دور الإمارات هناك مندوب السودان في الأمم المتحدة اتهم الإمارات لدعمها لإحمدتي وقال إنها ترعى الإرهاب بشكل ممنهج وعرقي الآن ما هي أدلة السودان على هذه الاتهامات الدور الإماراتي في سودان واضح جدا وظاهر أولا الإمارات كانت جزء من الربعية التي صممت الاتفاق الإطاري الذي كان سببا في الحرب الربعية كانت تضم الإمارات وتضم السعودية وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا هذه هي الربعية التي كانت تغيف خلف الاتفاق الإطاري الذي أورد السودانين هذه الحرب باعتبار أنه أراد تغنين وجود الدعم السعي خارج نطاق الدولة واستمرار هذه المجموعة السياسية في الحكم بدون تفويض انتخابي ولك أن تتخيل أن الإمارات تسعى لتوطين الديمقراطية في السودان هذا أمر يدعو إلى السخرية صراحة هذه الدولة التي تحارب أي نموزج ديمقراطي موجود في المنطقة وأي نجاح ديمقراطي موجود في المنطقة تحارب هذا النموزج في تونس تحاربه في ليبيا تحاربه في مصر تحاربه في كل مكان لأن منظومة الحكم هناك قائمة ضد هذا المشروع المشروع اختيار الشعوب لمن يحكمها وكذلك مشروع اختيار الشعوب للمنهج الذي يحتكم إليه فبالتالي لك أن تتخيل أن الإمارات كانت راعية لمشروع التحول الديمقراطي في السودان وهذه من سخرية القدر الأمر الثاني أن التدخل الإماراتي في السودان في هذا النزاع المسلح لوحظ وتم رصد التحرك الدعم الإماراتي بالعتادة العسكري لهذا التمرض من قبل بداية هذه الحرب كانت تحضر الطائرات العسكرية الإماراتية إلى مطارات السودان المختلفة وتنزل هذه الأسلحة لصالح الدعم السريع وتحت نظر الأجهزة الأمنية وكان هذا تخصيرا في عدم واجهة هذا الأمر كان هناك تخصير من الأجهزة الأمنية التي كانت تعرف أن الإمارات لديها علاقات عسكرية مع الدعم السريع ولكن كان هناك صبر على هذه العلاقة باعتبار أن المحافظة على السلام الداخلي عدم التصعيد للزهاب إلى الحرب ولكن كل ذلك لم يفيد لأن الدعم السريع ليس قرار الحربي ليس قرار الدعم السريع إنما هو قرار المنظومة التي تستاذف السودان وهو قرار خارجي قرار الحربي في 15 أبريل أعتقد أنه قرار خارجي لأن تحرك الدعم السريع كان مدفوعا لهذه الحرب بدون أي مبررات لهذه الحرب فبالتالي لوحظ دعم الإمارات للدعم السريع بالعتاد حتى قبل الحرب وبعد الحرب منذ الأسبوع الأول ظهر الخط الإمداد الواضح الذي ياتي بالطيران عبر التشاد وتم استحضار أسلحة حتى متطورة عندما بدأت هذه الحرب لم تكن هناك أسلحة الجافلين الأمريكية ظهرت في الميدان بعد هذا التطور الحرب المسيرات التي يتم استدافة الطيران بها واستدافة للقوات السودانية والمواطنين العزل في مناطقهم لم تكن هذه المسيرات متاحة منذ بداية الحرب الرصد هذا الجسر الجوي كان في شهر تقريبا مايو الماضي هناك أكثر من 29 رحلة الطيران إلى مطار مجرس داخل التشاد وهناك إمداد بالعربات والعتاد يأتي عبر البحر طبعا وعبر ليبيا لأن نقل المركبات القتالية هذه العربات التاتشر اليابانية لا يتم عبر الطيران لأن نقلها عبر الطيران مكلف جدا الطيرات الكبيرة الشحنة اليوشن يمكن أن تحمل حوالي 10 عربات فبالتالي والاحتياج أكبر من ذلك ولذلك كان يتم الإتيام بهذه المركبات عبر البحر وعبر الموانئ وعبر الصحراء تدخل إلى تشاد ومن تشاد إلى السودان أما الأسلحة كان يتم إحضارها بجسر جوي معروف يأتي عبر الأجواء الأثيوبية والأجواء اليوغندية والأجواء الكينية إلى مطارات التشاد ويدخل من تشاد إلى السودان هذا الرصد ليس هو رصد الأجهزة السودانية فقط إنما رصدته رصدته كذلك الولايات المتحدة وتحدثت بذلك مباشرة وهناك دعوات من أعضاء الكونغرس الأمريكي لإيقاف التعامل في الأسلحة مع الإمارة العربية بناء على دعمها للدعم السريع وهناك سيناتورات في الكونغرس الأمريكي الآن لديهم هذه الدعوة ولديهم هذا المشروع المطروح أجهزة الإعلام الغربية رصدت ذلك ورصدت الرحلات وأرغامها والطائرات وغيرها الدولة السودانية قدمت للمجلس الأمن كل البينات التي تؤكد دعم الإمارات العربية لهذا المشروع وكذلك الدعم لم يتوقف عند الأسلحة والعتاذ العسكري لما أيضا في تجنيد المرتزغة هناك أكثر من 17 جنسية تقاتل في القتال في السودان الدعم السريع عندما بدأت التمرض في 15 أبريل كانت إعداده حوالي 120 ألف مقاتل الذين انضموا للقتال من خارج منظومة الدعم السريعي كمرتزغة من مالي ومن النيجر ومن أفريقيا الوسطى ومن تشاد ومن جنوب ليبيا ومن اليمن ومن جنوب السودان وغيرها من الجنسيات يعني تقريبا تعدادهما بين 130 إلى 150 ألف مقاتل يعني هؤلاء مرتزغة دفعت أموالهم الإمارات في تفويجهم وفي دفع الأموال لهم وفي تشغيلهم في الميدان فهذا الدعم دعم كبير وهو السبب الأساسي في إطارة أمد هذه الحرب أستاذ عامر هذه ربما أرقام مهولة تبين حجم الكارثة التي تعاني منها السودان وهذا ربما يفسر أيضا حتى حجم المجازر التي تحدث عندما يقتل أكثر من 15 ألفا من السودانيين في مدينة الجنينة والآن مدينة الفاشر محاصرة وهي تعداد سكانها يقارب مليونين وتقصف بجميع أنواع الأسلحة قصف عشوائي وتحرق أحياء كاملة يعني ما الغرض من كل هذا الدمار من هذه كما وصف تقرير مدوب السودان من عمليات تطهير عرقي ممنهجة هل تريد الإمارات تغيير ديمغرافيا السودان أم ماذا وهذه الحرب مرت بتلاثة مراحل مهمة جدا لا بد من أن نسكرها مرحل اللولة كان هو انقلاب سريع لاستلام السلطة في ساعات محددة يتم استلام السلطة وتنصيب حميدتي باعتباره كان نائبا لرئيس مجلس السيادة ينصب رئيسا لمجلس السيادة في تغييب دور قائد العامة البرهان وهذا الكلام لم أقوله أنا إنما قاله حميدتي بعد ساعات من انطلاق التمرد على الفضائيات يعني كان له تصريح شهير قال الآن أنا أمام القيادة العامة بوابة القيادة العامة للجيش السوداني سيتم استلامه البرهان وسيتم تحييده إما باعتقاله وإما بتصفيته وسيتم توقيع الاتفاق الإطاري وتوكين حكومة بناء على ذلك فكان الهدف الأول هو استلام السلطة بالقوة هذا كان الصباح يوم 15 أبريل عندما فشلوا في هذا المشروع وكانوا يعني لا يظنون أنهم سيفشلوا لأنهم حشدوا داخل العاصمة السودانية أكثر من 40 ألف مقاتل بكامل آليات معتاد أنا أعتقد أن أعظم جيوش في العالم إذا ما تم مواجهة مثل هذا المخطط في عواصمهم حتى الدول الغربية كانوا بأي حال من الأحوال كانت ستفشل كل محاولات الدفاع عن الدولة ويبقى السلطة لكن الجيش السوداني باحترافية الجيش السوداني بمهارة الضباط والأفراد الذين يعملون بوعيهم بهذا المخطط وغيره استطاعوا إفشال هذه الخطة في المرحلة الأولى بمرحلة استلام السلطة بانقلاب عسكري عاجل وكانوا جهزوا حتى شخصا يعني من داخل المؤسس العسكرية استطاعوا شراءه وهو المفتش العام استطاعوا شراءه وتم تجهيزه وتجهيز البيانات التي ستزاع على الإزاع باعتبار أن غائد الجيش قام بانقلاب يعني ليس هناك غائد لقوات مسلحة شرعية يقوم بانقلاب إنما يقوم بإجراءات هما كانوا سيقولوا أن قائد الجيش قام بانقلاب وبناء على هذا الانقلاب تم تنحيته والمفتش العام استلم السلطة ويحاولوا أدلجة القوات المسلحة مع هذا البرنامج ولكنهم فشلوا في هذه المرحلة المرحلة الثانية كان هو محاولة الضغط العسكري على الوحدات العسكرية للجيش السوداني لإجبار غيادة الجيش السوداني للتسليم بواقع أن الدعم السريع لا بد من التفاوض معه والتوقيع معه واقتصام السلطة وهذا ما سعوا له عبر ميمبر جدة الذي صممته الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية ليس لحل المشكلة السودانية وإنما لإدارة الحرب والصراع في السودان لصالح المشروع الغربي في السودان يعني لم يكن هدف ميمبر جدة إيقاف الحرب ونحن نعرف وزن الولايات المتحدة في المحيط الدولي وقدرتها على الضغط على أطراف الصراع لإيقاف الحرب ولكن هذه الحرب استمرت أكثر من عام وذلك لأن الولايات المتحدة أرادت لهذا المشروع أن يستمر لأنه هو مشروعها والدعم السريح هو يعني راس حربها وبيدق في هذا المشروع ليس إلا ولذلك الخطة بعد فشل استلامها السلطة تحولت إلى الضغط العنيف على الوحدات العسكرية وحوصلة الوحدات العسكرية حصارا تاما بهذه القوات الجحافلة الكبيرة من القوات وهذا الهجوم المتوحش والقوي جدا من العنيف يعني لك أن تتخيل أن رئاسة سلاح المدرعات الموجود في جنوب الخرطوم تعرض أكثر من 80 محاولة هجوم أكثر من 80 محاولة هجوم في كل هجوم هناك ألاف المقاتلين الذين يهجمون على أسوار هذه الوحدة ولكن استطاعت وحدات الجهة السوداني أن تفشل هذه المرحلة مرحلة الضغط على الوحدات العسكرية حتى ترضخ القيادة العسكرية وتسهب إلى مينبر جدا لتوقيع اتفاق سياسي القيادة ذهبت إلى مينبر جدا ووقعت اتفاق إنساني كان شروطه أن يخرج الدعم السريع من بيوتر المواطنين ومن مؤسسة الدولة المدنية وكانوا يريدون توقيع هذا الاتفاق سريعا حتى يعطوا مبرر للمرحلة الثانية من التفاوض لكن قيادة الدولة كانت زكية جدا استطاعت الاستثمار في هذا الاتفاق واشترطت لأي مفاوضات لاحقة أن يتم تنفيذ هذا البند الخاص بخروج الدعم السريع من مساكن المواطنين ومن الوحدات السكنية والوحدات المرافق العامة ولذلك فشلوا حتى في الضغط على الوحدات العسكرية وصمدت هذه الوحدات العسكرية واستطاعت القوات المسلحة أن تطور عملية الدفاعية وتتحول من الدفاع إلى الهجوم مع استمرار الوقت مع تحسن الإمداد مع استيعاب وامتصاص صدمة التمرد الأولى استطاعوا التحول الهجوم وكان أبرز مظاهر هذا التحول الكبير وتحرك القوات حوالي أكثر من 60 كيلو متر داخل أكثر منطقة مقتصبة بالمباني والسكان في الخرطوم وهي منطقة تمدرمان المدينة الثالثة التي تكون العاصمة المسلسة السودانية واستطاعوا فق حصار الوحدات في منطقة تمدرمان العسكرية وسلاح المهندسين وكان هذا انتصارا كبيرا له معنى كبير لأنه تم تحييد أكثر من 7 ألف مقاتل دانوا يقطون فضاء مدينة تمدرمان في أكثر منطقة لحرب المدن صعبة فبالتالي فشلت هذه المرحلة الثانية في الضغط على الوحدات العسكرية لإجبار القيادة للزهاب إلى التفاوض المرحلة الثالثة هي التي نعيشها الآن والتي تحدثت أنت في سؤالك عنها وهو إشعة حالة الحرب في السودان استهداف الفاشر بهذه الأعداد الكبيرة للمواطنين وحتى معسكرات النزوح التي جاءت حول الفاشر نتيجة لمشاكل دارفور عبدالعقدين الماضيين يوجد عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين في معسكرات نزوح حول مدينة الفاشر لتلقي الخدمات في مدينة الفاشر الضغط على هؤلاء المواطنين والضغط على المواطنين في المدن المختلفة في ولاية دارفور المختلفة في كردوفان وسط السودان وفي الجزيرة في وسط السودان مع استهداف المواطنين وإجلاوهم من بيوتهم وتحول هذه الحرب بالكامل ضد المواطن السوداني استهداف المرافق العامة المستجفيات المراكز الصحية البنوك نهب ممتلكات المواطنين سيارات المواطنين من البيوت نهب حتى أساس البيوت وإجبار المواطنين على الخروج من هذه المناطق بهذه الوحشية في الحرب. كل هذا هدفه الأساسي هو نغل الضغط بدلا من الجيش الذي لم يزعل لهذه الضغوط نغل هذه الضغوط على المواطن السوداني حتى يتم الضغط على قيادة الدولة أن حالة الحرب المستشرة في السودان لا حل لها إلا بالجلوس مع الدعم السريع وأعتقد أن هذا الخيار أيضا يسهب إلى نهاياته لأن الدعم السريع استنفز كل مراحل التوحش في هذه الحرب. قام بالاختصابات الجمعية وتصوير هذه الاقتصابات وبثها في وسائل التواصل الاجتماعي قام بدفن الأحياء يعني المواطنين الأحياء دفنهم أحياء وقتلهم وسحلهم. قام بنهب المواطنين قام باسترقاغ النساء. كل هذا قام به من أجل الضغط عن الشعب السوداني حتى يترضه القيادة لشيء من الاتفاق والقسمة ولكن أعتقد أن هذا المسار أيضا فشل لأن الشعب السوداني الآن كله خلف القوات المسلحة في مقاومة شعبية كبيرة جدا تحتاج إلى سلاح تحتاج إلى تحسن موقف الحكومة السودانية لتحسن إمداد الجيش وكذلك توفير سلاح للمواطنين للدفاع عن أنفسهم. ولكن أعتقد أن الخيار الاستراتيجي للشعب السوداني وحتى للقوات المقاتلة في الميدان الآن هو إنهاء وجود هذه المريشيا وعدم إعادة إيجادها على مسرح العمل العسكري والسياسي في السودان بشكل نهاي. حتى نوضح للمشاهدين كل هذه الجرائم التي يقوم بها قوات الدعم السريع وفي نفس الوقت خطابه السياسي يدعو إلى حكومة مدنية وإعادة السلطة إلى الشعب عبر انتخابات ومثل هذه التصريحات التي يروج بها هذه الحرب التي يقوم بها بالوكالة عن المنظومة الغربية وبأدرع إماراتية نعود إلى نقطة مهمة سيد عامر وحقيقة أن تحدثت عن قوات الدعم السريع وأن أسباب نشأتها هي القضاء على حركات التمرد في دارفور لكن أريد أن ننتقل بك إلى المرحلة التي دخلت هذه القوات السريع إلى العاصمة وكان لها أيضا مقرات حتى وصلت إلى درجة أنها عندما قامت بالانقلاب تمكنت أيضا من القصر الرئاسي ومن مؤسسات الدولة داخل الخرطوم ألا ترى بأن هذا أيضا خطأ استراتيجي وقعت في الدولة السودانية وطبعا الاختراق للدولة السودانية كما ذكرت في بداية هذه الحلقة أستاذ عبدالله بدأ تكوين هذه القوة طريقة تكوينها طريقة تشغيلها والسماح بدخولها في الأسابع الأخيرة لتغيير نظام عمر البشير كان هذا خطأا كبيرا هناك مساومات تمت على الأرض بوجود هذه القوة المسلحة داخل الخرطوم وقيادة الدولة في السودان فرطت في أنها أجلت هذه المواجهة يعني هذه الحرب التي كانت في 15 أبريل من العام الماضي هي حرب مؤجلة منذ أبريل 2011 هذا هو الواقع العملياتي هذا هو الواقع الاستخباراتي أنا لا تحدث من باب سياسي تحدث أن هذه المواجهة هي مؤجلة من العام 2011 لأن الدعم السريعي تغلغل داخل العاصمة السودانية وكان له سلوك فرض يعني حيسيات على الدولة السودانية من ضمنها إضعاف جهاز الدولة حل قوات العمليات التي كانت تنتسب لجهاز المخابرة العام وهذه كانت قوات شبيهة بقوات الدعم السريع من حيث خفة الحركة والعتاد والتدريب العالي وكذا ولكنها كانت قوات قومية مكونة من كل السودان ولم تكن قوات قبلية تم الضغط على جهاز الدولة الضغط السياسي من هذه القوة السياسية باعتبار أنه جهاز المخابرات هو جهاز مسيس وكذلك الضغط الخارجي على قيادة الدولة حتى تم حل قوات هيئة العمليات وكانت هي قوات نظيرة يمكن أن تحجز هذا التوازن المطلوب في منظومة الدولة العسكرية والأمنية وكان هذا خطأ كبير جدا يتحمل مسؤولية طبعا الفريقة والبرهان والضباط الذين تواجدون الآن في كابين القيادة قيادة الجيش السوداني وبالتالي قيادة الدولة السودانية وكان هذا هو الضحف أعتقد أنهم حاولوا تأجيل هذه المعركة تفادي هذه المعركة والمواجهة ولكن هذه المعركة كانت حتمية من العام 2019 تأجيل هذه المعركة جعل الدعم السريع يجند من 20 ألف إلى 120 ألف وهذا عدد كبير جدا تأجيل هذه المعركة جعل الدعم السريع يسهب مباشرة في التعامل الخارجي وتأتي الطائرات الإماراتية بالأسلحة ويكون هناك تدريب خارجي لقواتهم واستجلاب للأسلحة يعني محاولة تفادي الصراع جعل الدولة تغرق في تجهيزات ضخمة جدا للدعم السريع يعادة تمرتكوز الدعم السريع يعني الدعم السريع استنم كل المغارات هيئة العمليات هيئة العمليات هذه كانت تقوم بحماية الدولة بشكل منسغ ومرتب لديها مواقع حيوية داخل العاصمة السودان ولديها مواقع حيوية في أماكن مشاريع النفطة القومية في ولايات مختلفة في شرق دارفور وفي غرب كردفان وكذلك في أماكن مختلفة من الولايات لديها وجود في العواصم الملتهبة في الفاشر وفي الجنينة وفي نيالة وفي بعيد وغيرها لا يمكن أن يكون هذا أيضا من الطالب الغربية بفك مثل هذه القوات التي ذكرتها على أهميتها ربما تكون بتوصية من المنظومة الغربية أيضا ولا شك في ذلك ولا شك في ذلك وأعتقد أن قيادة الدولة يعني راهنة رهانات خاصرة أنا أربط هذا السلوك سلوك حل القوات هيئة العمليات وإضعاف المنظومة الأمنية والتغاضي عن تطور الدعم السريع أربط ذلك بأن القيادة الجديدة في السودان بعد 2019 رأت أن مشاكل السودان هي مع المنظومة الغربية فبالتالي التطبيع مع المنظومة الغربية قد يجعل الدولة تنعتق من هذه المشاكل الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على السودان لأكثر من 30 عام ورأت أن الحل هو في التقارب الغربي في التطبيع ولذلك أنا لا يتفسير ربما إذا حتى التواصل مع الكهر الصهيوني وهو يعني يقود مرحلة ووزير الخارجية الإسرائيلي جاء إلى السودان وكان هناك نوع من التطبيع ووعود بعقد عملية سلام مع السودان صحيح صحيح أستاذ عبد الله يعني الزهاب إلى كنبالا لمقابلة نيتنياهو بوسط الفريق البرهان وهو يقود فترة انتقالية محدودة ليس له تفويض هذه الخرطوم هي عاصمة اللاءات الثلاثة هذا الشعب السوداني ليس لديه أي رغبة في التطبيع مع إسرائيل السودان كانت دائما مع محور المقاومة ليست مع التطبيع رغم أن السودان ليست دولة مواجهة مصطفة على الحدود مع فلسطين المحتلة ولكن السودان ظلت مواقفه وأفعاله وأعماله دائما إلى صالح المقاومة أول لقاء ما بين المقاومة الإسلامية والسلطة الفلسطينية للمصالحة كانت في الخرطوم أول دعومات هذا المحور المقاومة كانت مستمرة من الخرطوم حتى عند النزاع العربي المفتوح مع الدولة الاحتلال الإسرائيلي في الخمسينات من الغرنى الماضي والستينات كانت مواقف السودان مع الجيش المصري مع الجيوش التي تقاتل من سوريا ومن الأردن ومن مصر وفتحت قواعدها العسكرية للجيش المصري كانت الكلية الحربية في السودان لسنوات عديدة الجيش المصري قواعد الجوية للطائرات الكبيرة المصرية كانت موجودة في السودان السودانين قاتلوا على الجبهة الأمامية كانت هناك كتائب قاتلت على الجبهة الأمامية حتى قطعت خط برليف مع الجيش المصري سواء بسواء فبذلك هذه الفترة الانتقالية لم تكن تشبه تحرك البرهان نحو إسرائيل ومحاولة التطبيع هذه المحاولة كانت صراحة بقصر نظر كبير جدا وفيها سوء تغدير عالي جدا لأنه تخيل أن مجرد ذهابك لمصافحة نيتنياهو في كنبالا أو السماح بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الخرطوم أو حتى فتح المجال الجوي السوداني للطائرات العابرة للخطوط الإسرائيلية المحتلة وكذلك فتح بوابات التصنيع الحرب هذا السر الكبير وهذا الكنز الكبير للدولة السودانية وعصب القوى السودانية يعني السماح باختراق هذه المنظومات باعتبار أن هذا في مسار التطبيع مع الغرب وأن هذا يمكن أن يجسر العراقة وأن الغرب يمكن أن يساعدك كغايد عسكري على نموزج موجود في المنطقة قاموا بالانقلاب على الديمقراطيات وقامت المنظومة الغربية بدعمهم لتزبيت سلطانهم كان هذا تصور بسيط وخاطي وينبئ عن قلة خبرة سياسية وينبئ عن عدم دراية بموازين القوة وأن أسباب الصراح في السودان ليست مرتبطة بالأشخاص وحتى ليست مرتبطة بالبرامج السياسية الاستيدافة الغربية للسودان ليست مربوطا بوجود الإستامين في السلطة هذا الاستيداف بدأ منذ منتصف سبعينات الغرن الماضي لأن السودان هذا الموقع الجغرافي هذا التحرك في الفضاء السياسي الذي ذكرناه السودان هي التي جمعت الدول العربية وقامت هذا المؤتمر في الخرطوم الذي سمي مؤتمر اللهات الثلاثة الذي كان هو البنية الأساسية في انتصار الجيش المصري في سنة 73 على الجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوحد منظومة الجيش العربية يعني هذا الدور الذي يلعبه السودان هذا الوجود الحضاري للسودان كما مر للثقافة والدين الإسلامي إلى وسط وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا هذا هو المستهدف وليس سلة سياسية إذن الآن تقول إلى نقطة مهمة أستاذ عامر هذه نقطة مهمة جدا وهي تفسر ربما ما يحدث في المنطقة بالكامل إذن المنظومة الغربية لا يمكن استرضاءها بتنازلات ولو كانت على مستوى التطبيع مع إسرائيل لابد أن ينظر في أن هذه أطمع المنظومة الغربية للمنطقة بالكامل ونظرة شمولية وليست لليبيا ومصر والسودان وبقية المنطقة أعود بك ربما دكتور أستاذ عامر إلى نقطة أخيرة قضية الآن تقرير منذوب السودان في الأمم المتحدة ربما تأخر وذكرت صحيفة القاردي البريطانية نقلة على المسؤولين في الحكومة البريطانية أن لندن حاولت التستر على الإمارات وقمع الانتقادات الموجهة لها على خلفية دورها في توريد الأسلحة إلى ميليشيات كما ذكرت سيئة السمعة تشنع حملة تطهير عرقي في السودان وهذا من تعبير الصحيفة هل الإمارات استطاعت بنفودها أن أيضا تسخر بريطانيا أم كيف تفسر هذا الفعل الإمارات لا تسخر بريطانيا إنما بريطانيا والمنظومة الغربية التي تسخر الإمارات كما شرحنا لأن الإمارات ليس لديها مصلحة في أن تنشي هذه النزاعات ولا أن تتسمر في هذه الحروب لكن الدول الغربية لديها مشروع في هذه المنطقة مرتبط بوجود إسرائيل حتى تستطيع أن تسيطر على موارد هذه الدول وإسرائيل التي أوجدت للسيطرة على هذه المنطقة أنشأت له به دول استطاع أن يسيطر حتى على الدول الغربية ولذلك الآن إذا لاحظنا في الصراع الذي يدور الآن في غزة غرار الحرب وإيقاف الحرب ليس في واشنطن ولا في لندن ولا في باريس قرار هذه الحرب في تل أبيب هذه الحرب التي تدور الآن منذ ثبع أكتوبر الماضي في فلسطين فيها دروس وعبق كبيرة جدا توضح أن الحاكم الفعلي للعالم الذي يسيطر على قرار العالم موجود في تل أبيب وليس واشنطن فبالتالي هذا الجسم الذي أنشأ وأوجد لسيطر على هذه المنطقة بواسطة القوى الاستعمارية البريطانية وورثت هذه المهمة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدخلها في الحرب العالمية الثانية ودعمها للحلفاء والانتصار فرضت بذلك شروطها وستطاعت حتى عبر فرض الدولار بآلية فيها كثير من الاحتيال على الاقتصاد الدولي حتى وضعت يدها على هذا الجسم الذي أنشأ في هذه المنطقة وهي دولة الاحترال الإسرائيلي ولكن مع هذه العقود مع سيطرة هذه القوى الصهيونية على مراكز القرار في هذه الدول على مراكز الأكاديميات والعلوم على مراكز التكنولوجيا وعلى مراكز الصناعة وعلى رأس المال العالم استطاعت أن تنقلب هذا الكيان الصغير الآن هو الذي يحكم العالم إذا أريد أن ترى ذلك انظر إلى تجيليات هذه الحرب في غزة ستعرف أن الغرار العالمي ليس عند بايدن إنما عند نتنياهو هذه الحقيقة التي يجب أن ننطلق منها الأمر الآخر بريطانيا موجودة في مجلس الأمن هي عضو في مجلس الأمن دائم لديها حق النغط وهناك أعراف سرت في مجلس الأمن أن تكون هناك دولة قائمة بالصياغة يعني كلما تطرح على الدولة على المجلس الأمن قضية من القضايا لا ارتباط بالسلم والأمن الدوليين يسمى الدولة حاملة القلم ولكن في التوصيف الصحيح لها هي الدولة الغايمة بالصياغة وهي عليها أن تقوم بصياغة مقررات هذه المجلس وكذلك هي التي تترأس اللجانة التي تسهب لهذه البلدان التي فيها مشاكل وتقود المجلس ووفود المجلس في التحاور والتشاور لحل هذا التدخل الذي يكون في هذه البلدان فبالتالي الدولة القائمة بالصياغة فيما يخص السودان هي بريطانيا ولذلك استغلت بريطانيا هذا الدور لتأخير مناغشة دعوة السودان وشقة السودان لمجلس الأمن ضد الإمارات وهذا السلوك البريطاني هو لأن بريطانيا هي ضالعة في هذا المشروع ذكرت لك في بداية هذه الحلقة أن سبب الاتيام بالبعثة الأممية التي طلبها حمدوك وقامت بصياغة هذا الاتفاق الإطاري الذي كان سببا في الحرب كان هذا هو مشروع عرفان صديقة السفير البريطاني في الخرطوم إبان تغير الرئيس عمر البشير هو الذي أوحى لحميتي ذلك هو الذي صاغ خطاب السودان الذي طلبها هذه البعثة فبالتالي بريطانيا هي ضالعة في هذا المشروع كل من يحاول أن يصور الإمارات باعتبارها هي صاحبة المشروع في التدخل في السودان أو في اليمن أو في ليبيا أو في سوريا هو يضل عن البوصلة الحقيقية هذا مشروع قربي متكامل يستهدف ترحيل شعوب هذه المنطقة الحضارية لتغزية الاقتصاد الأوروبي المترهل هذه الغارة العجوزة التي لا تلت وهذه المواردة التي شاخت تغزيتها بهذه الشعوب وتفريق هذه المنطقة لصالح أمن وأمان إسرائيل هذا هو الحقيقة والإمارات هي بيدق في هذه اللعبة الإمارات هي رأسي روحي في هذه اللعبة وليس أكثر من ذلك دهمنا وقت الحلقة الحقيقة أستاذ عامر وقد دهمنا في تفاصيل كثيرة وكنا نريد أن نغطي أيضا الواقع العسكري المشاهد اليوم وحاصرة مدينة الفاشر لعل نترك هذا في حلقات أخرى نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عامر حسن المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية نشكرك مرة أخرى كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوارات التناصح كالسراج حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج ففاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج حوارات التناصح كالسراج معين في المسير لكل داج